مساء الخير يا برج العزراء. طب خلينا نبدأ في الطاقة بتاعتك يا برج العزراء قبل ما ارتح الملأ طبعا. احيانا برج العزراء لو انت حد بتفرج على برج العزراء هو احيانا بيطلع كلام ما بيبقاش يعني هو بيداخله مش بيبقى حسس الكلام ده لكنه بيبقى عايز يقوله بس حتى ما تجي بعد كده تقوله انت قلتلي ان انت بتكرهني. يقولك انا انا والله ما بكرهك. لكن هو اه قلع خلاص انا عايز اقولي ان انا بكرهك. بالذات كمان بنات برج العزراء. عشان كده بيقولوا عليهم اه ناس ما بتعرفش تحب. برج العزراء بيقولوا عليهم ان هم ما بيرافش يحبه. اه لكن في الحقيقة انا برج العزراء برج حساس جدا على فكرة. وكمان مشاعره بيحب بيحافز عليها قوي وما يدهاش الى للشخص اللي يستحقه فقط. حتى تلاقيهم ما بيدخلوش في علاقات عاطفية كتير. لانه ما بيدخلش في اي علاقة عاطفية. مش اي حد ياجب برج العزراء. فبرج العزراء بيطلع تطلعه خلاص. خلصت. تشوف منه الوش اللي انت ما شفتهش قبل كده. تقلب القلبه خلاص. فهو شايفك ان انت بتقلب عليه قلبة وشا قوي. ممكن يكون عندك حق ولكن هو شايفك ان انت عندكش حق. بتقلب قلبة عليه ومعندكش حق فازي القلبة. بص ماسك الخمس صيوف وبيمشي معيط وانت خلاص بقى هو عيط احسن يلا احسن انه عيط. هو شايفك كده. شايفك ان كلامك حاد يا برج العزراء. وانك بتحب تتلاعب بالكلام عشان تكسب المعرضة في صفك. يعني زي يقولك انا بقلب التربيزة على قدامي. هو شايفك كده بالزبط. بتقلب التربيزة عليه. طب بقى هو زعلان منك هم زعلان. الغريب بقى ان هم زعلان. هو يمكن شايف فيك عيب. يعني هدي العلاقة هي علاقة مستقرة. العلاقة دي مفعش انفصال. يعني انا مش شايف انفصال. لان انت كمان مش مفصل عنه. ولكن هو شايف فيك عيب ان انت سعاد. بتقلب عليه قلبة وحشة قوي. وبتخليه يقلب التربيزة عليه كأنه هو لغلطان وانت مغلطش. على فكرة ده فن من فنون القتال النفسي. لعلمك يعني. برج العزراء قال انت بتتفرج. انت عندك فن من فنون القتال النفسي. ايه هو القتال النفسي ان انت تقلب التربيزة على قدامك. تكسب المعركة في صفك بعد ما كنت انت خسران. والكارتي ده كده. يعني انت لو ركزت في الكارتي ده برج العزراء. او اللي بتفرج على برج العزراء. المعركة دي مضرتش اصلا. هي محصلش اصلا معركة. او او ان الطرفين هما الاتنين متعركوش اصلا. ومجوم اتقابلوا في صحة المعركة. بس مفيش معركة اصلا. وهذا شخص خد الصيوف وعمل نفسه كأنه هو لكسب. ومحدش كسبات. لهو كسب ولا لباقي كسب. اه فخلي بالك برج العزراء من النقطة دي. يمكن انت تكون فيك مميزات كتير لكن انت فيك عيب. كلنا فينا عيوب. عادي. هو اذا علام منك? لا. ده هو شايفك السلمية بتاع. بيحبك قوي قوي. قوي. وعايز يعمل المستحيل عشان يرديك. هو شاعر بانه مش عارف يرديك. اه هو شايف العلاقة ازاي. شايفة مستقرة جدا. وفيها حاجات حلوة. واعتقد دي ممكن تكون زوجة. اه لو انت راجل في هزي زوجة او البنت دي بقى يعليك قوي. وشايفك زوج. شايفك هتبقى زوج. ليها. هي خلاص استقرت عليك. واعتقد ان انت كمان يعني انا عايز اشوفك كده. انت كمان بتحبها على فكرة او انت او انت كمان بتحبيه. الكرة ممكن تكون عكسية يا جماعة بس عشان محدش يقول لي ايه. لأ ده هو اللي بيعمل ده هو انا خايفة يطلع ما تكونش بتحبه. انت. انت في مشاعر اه جواك ل هزي الشخص. بس المشاعر بتاعتك اه مشاعر متضربة مثلا. يعني او مش عارف تستقر على مشاعر معينة تجاه هزي الشخص. هنشوف تبا انت شايفه اه. انت شايف ان هو بيعمل حركات اه بتخليك تقلب عليه. على فكرة. الشخص ده اصغر منك في السن. اه ممكن تكون انت شخص اه عندك مكانة عالية او بتشتغل شغل مسلا اعلى منه. مسلا ممكن تكون ده حد بيدرس وانت خلصت وبتشتغل. اه وانه هو. الشخص ده كده بالجميع المنصفات انت شايف انه هو ماشي وراك. متتبعك. اه انت شايف انه هو متتبعك. ماشي وراك. ما بيسيب لكش مسافة تتحرك فيها. اه على طول مسك السيف بتاعه وبيرقبك من بعيد. لان كمان. اللي بيشوف سوردس. اه معناه كمان جاسوس. لحد جاسوس بين الاخبار. فممكن يكون هذا الشخص متعلق بك قوي. بزيادة. وانت كبرجة ازرق ما بتحبش كده. تحبش اللزقة. يعني اه بيحبني وكل حاجة بتحبش اللزقة. وده بيخليك انك تقلب عليه. وتقوله بص بقى انا اتخنقت. وصمحت. ما تكلمنيش تاني بقى او خلاص بقى كفا كده. مش كل شوية تكلمني انت فين او انت فين. انت شايف البيج افسور دس انه هو ماشي وراك. متتبعك بيعمل ايه دلوقتي برجة العزرق. فين هو مش عارفة ايه. نفس الاحوال دي. لكن انت مش مقدرش اقول انك بتحبه يا برجة العزرق. انت مش بتحب هذا الشخص. لكن في مشاعر. انت معجب به مثلا. معجب باهتمامه كمان. شخص دي بيهتمي بيك قوي قوي. واخد باله منك قوي. ممكن كمان. يكون بيفرد نفسه عليك. يعني حد دخل حياتك. وعايز يرتبط بيك. فبيشجعك. بيقولك بالمصر كده بيحنسك. اه التحنيس. اللي هو ايه مسلا تعال ازاي انه حمس حد. اه فهو بيحمسك ان انت تدخل معه في العلاقة. اه لكن لكن انت كمشاعر ليه ما اعتقدش. ما اعتقدش ان انت في مشاعر حب. هو على فكرة هو بيحاول يثبت لك بانه بيحبك. بس ما اعتقدش ان في مشاعر حب. طب هو من جوا. من جوا هو اه. على فكرة الشخص ده. ممكن يكون عايز يدي فرصة تانية لازيل علاقة. من جوا هو عايز يمشي. بصراحة. عايز يوقف العلاقة دي. هو عايز يوقف هذه العلاقة. بالزبط. انا كنت متأكده من كده. هو شعر ان انت يا برج العزراء من الاخر كده. اه مش حاسس بي. وان هو بيشتغل لوحده في هذه العلاقة. وهو من جوا عايز يقطع هذه العلاقة. ويبص بقى العلاقة تانية. خلاص بقى كفاية كده. انا قضيت وقت كبير قوي مع برج العزراء. هو مش حاسس. او انا بشتغل في هذه العلاقة ومش حاسس. او انا كزوجة اه بعمل حاجات كتير قوي لزوجي. وهو دايما يقول انت ما بتعمليش. او مش حاسس بيه. من جواه وعايز يقطع. ويوقف بقى كل اللي هو بيعمله ده. ويبص الحد تاني. يروح يدي بقى الكوين بتاعته الحد تاني. الشخص ده عملي جدا جدا. وما بيخش علاقة يا برج العزراء. بيخشها بصدقانية. ممكن يكون بتتعامل مع حد برج ترابي او مائي. والاتنين بيشتغلوا جامد اوي في العلاقات. وبرج العزراء برج ترابي برضو. بس برج العزراء مختلف عن الامراج الترابية في انه احيانا احيانا يعني. النسبة يعني قليلة في الرجالة. بيحب يبقى مانتخ في العلاقة شوية. كلمة الانتخة يعني ايه. انا خلاص حبيت واحدة. خلاص بقى. نكتفي بغزر قدر. يبقى احنا في علاقة خلاص. مش لازم بقى اتعب واروح واجي. لا. هي العلاقة واحدة خلاص. انا دخلت في علاقة ما عودش اتعافات كتير. ما بيحفورش. ما بيحفورش. برج العزراء ما بيحفورش. البنات ممكن يكون لأ شوية لأ. فهذا الشخص خلي بالك انه بدأ يفكر انه يقطعها زيلة لأ. ويوقف انه هو تعب. تعب منك. ممكن يكون تعب من اسلوبك ان انت بتتجاهل. بتتجاهل مشاعره احسيسه افعاله اتجاهك. هيعمل ايه او يظهر لك ايه هو يظهر لك انه زعلان منك. ايه هو مزعلان منك. بس هو هيظهر لك بانه مدايب. هيحسسك بانه تعيس. تعيس ولو سمحت اهتم بيا. انت ما بتهتمش بيا على فكرة خالص. ممكن تكون مسلا بتكلمه مرة في الاسبوع. هو بيفضل يرن عليك ويكلمك وانت ما بتكلموش خالص. خالص ما بتهتمش بيا. يعني هو يكلمك مرة انت لا. فهو ناوي انه هو في الفترة دي يظهر لك بانه تعيس مسلا يكتب مسلا بوزيطات على الفيسبوك انا انا مش مبسوطة او انا مش مبسوط انا ليه يا ربي عملت كده في حياتي اه مش عارفة ايه. اه هو كمان بيحبك قوي. وممكن يكون هيكمل اهتمام بيك. هو مستقر ما تدين على فكرة هو عمليا وكل هاجة. مش هيسيبك. والله ايما انا سايفك. هو هو اواصح يحبي الفكر انه يقطع العلاقة. بس اه هو مش قادر يسيبك. بيحبك احبك قوي. وعايز يبهرك. هو عايز يبهرك. عايز يقولك انا والله اللي انت بتدار عليه. يعني انا انا الزوج او انا الزوج اللي انت عايزه. فهو هيكمل اهتمام بيك. هيكمل نفس القاعدة. بص بص على الشخص من الكتر ما هو شخص حنون جدا. هو الاثنين كوين. كوين أوف كابس وكوين أوف بانتاكس. يعني اتنين في الطرو بيوحوا الى العلاقة اللي هو شخص اللي هو متمسك. هو ماسك الكوبية وماسك ده. هو مش هيسيبك. هو بيحبك. ومستعد يثبت لك بجميع الطرق ان هو عايزك. ومحتاج لك. وان هو مش هيسيبك برضو. يعني مهما تعمل انا مش هيسيبك. ممكن يكون شخص ده. عارف ان انت فيك عيب. مثلا زي اللعيب اللي هو انك بتقلب الترابيزة عليه. بس هو شاعر بان انت طيب. ومسلا اللي في قلبك على لسانك. في ناس كده بتشعر بدا. لكن هو مستعد ان هو يضاحي. يمكن يكون عايز يغيرك يا برج العزراء. لان ده مش هنا معناه تغير. هو عايز يغيرك. هو مصمم ان هو يغيرك. يعني انا هتجاوز برج العزراء او هدخل في علاقة مع برج العزراء وهغيره. تحدي. ده تحدي يبقى طبعا بالنسبة له. هو ايه في حياته? هو شخص ما عندوش حاجة غير ان هو عاد لك. يعني بس ده قاعد بصص لك. هو مخلص كل شغله وتقريبا هذا الشخص. لو كان راجل فهو راجل مقتدر جدا. وعنده اعمال وعنده كل حاجة. بس هو اه عنده كل حاجة. هو مهتم بعمله وبيشتغل وكله. بس هو سيب اشغاله. او يعني كل شيء عنده. الفلوس والعيلة مسلا. اه اه مقتدر ماديا عنده الشقة مسلا وراجل طبعا. اه عنده القدرة ان هو يعمل فرح عنده كذا كذا كذا. وبس مستني كوباية العشرة لان دول تسع كوباية. هو عايز بقى اتجاوز بقى. او عايز يدخل في علاقة. فهو بقى خلاص منمر عليك يا برج العزراء او عايزك. انا مش هسيبك بقى. وهو هذا الشخص مقتدر بكله. وعاد لك بقى كذا انا عاد مش هسيبك. فهو في حياته ايه هو متميز يعني متميز في حياته. وعنده التسع كوباية اهم وعايزك بقى يكمل بيك العشرة كوباية. طيب. لو الحباب اللي هم السناجة اللي بتوعنا. اه لو في حد جاي في حياتهم. اهو اعتقد الايت اوف كابس. في حد من دا اطلع لكم دول. حد من الماضي. بس. لسه بقولها لسه ناجل. حد من الماضي بيرقبك قوي. وشغل تفكيره. انت شغل تفكيره قوي قوي. وعايز يرجعلك باي شكل من الاشكال. وعايز يقولك بحبك يعني ما تيجي بقى. وهيجيلك يقدملك الكوباية اللي هو ممكن يكون هذا الشخص راح لحد تاني لو انت كنتوا في علاقة سلاسية. فهو ترك الطرف التاني. وهيجيلك انت بالكوباية. كان في علاقة هزا الشخص على فكرة. كان في علاقة ويسابها. ولان هو عايز الكوباية معك انت. او لقى الكوباية معك انت. فده حد من الماضي. او حد بيرقبك على السوشيال ميديا. وعايز يقدملك كوباية الحب بتاعته. اه اتمنى تكون الكراءة كانت سهلة. وبسرعة كراءة كانت حلوة قوي. وعجبتني يعني. الابراك الترابية كراءتهم حلوة. وكلها شغف كده ومحاجات لطيفة. برج العزراء. بليز ارجوك هزا الشخص بيحبك. وكنصيحة بقدمها لك. ارجوك اتعامل مع الموقف بشكل احسن من كده. يعني ان كنت ما بتهتمش اهتم. ولو كنت مش عايز هزا الشخص قلو. احسن بتكون بتعمل معه الحركة دي. عشان هو فهمك قوي. على فكرة فهمك جدا يعني. شكرا لك يا برج العزراء اتمنى مكتر في العزراء. اشتركوا في القناة